هو على كل إن لو استبعدنا نظرية المؤامرة وأن هناك طرف من الأطراف يلعب على الأقل هذه الأدوار أنا في تقديري دعنا الآن نتعامل على الأقل ظاهريا بأن هناك إشكال بنيوي فيما يتعلق بمنية هذه المجموعات طريقة اتخاذ القرار، الآليات على الأقل التي يتراضى عليها ويتوافق عليها الجميع أعتقد لو أن العملية الانتخابية مرت بشكل سليس ومرت بشكل توافقي وبطبيعة الحال في مثل هذه الإجراءات الانتقالية بطبيعة الحال مهما قلنا بأنها نزيهة ومهما قلنا بأنها على الأقل تنطبغ مع اللوائح لكن إذا أفرزت كناتج في النهاية كناتج على الأقل يعبر عن طيف واحد من ألوان القوة السياسية لن ترضى به بقية المكونات فإن الناس قد عانت كثيرا من الأحزاب التي تمثل الإطار الشمولي وبالتالي لن تقبل الآن أن تنتقل من استحواذ على الأقل من حارة الشمولية التي كان يمثلها المؤتمر الوطني إلى حارة الشمولية الآن يمثلها الحزب الشيوعي في السودان أعتقد هذه لن تكون مقبولة من كل القوى السياسية الموجودة ولكن يا دكتور هذه الثورة أتت بدماء الشهداء الآن هناك من ينتظر أن يتم تغيير وضع المعيشة الاقتصاد أخذ حقوق ضحايا الاعتصام كيف الآن ينظر المواطن السوداني لهذا التجمع هو لم يستطع أن يسترد ولا مثقال ذرة من مطالب الشعب السوداني والآن يتنازعون فيما بينهم من أجل النفوذ أو السلطة أو كذا فكيف يمكن تقدير الموقف هنا دعني أقول بأن تجمع المهنيين فقد بريقه في اللحظة التي رضي ابتداء بأن تمثل القوى السياسية الحالة الثورية ويتم على الاقتطاف تطلعات الجماهير في وقت مبكر هذه كانت واحدة من المشكلات النقطة الثانية يوم أن رضيت بالمحاصصة الحزبية النقطة الثالثة يوم أن رضيت بالمشاركة هي نفسة التي كانت تقول لن تشارك ولن تمثل في المرحلة الانتقالية ولم تشارك في الإطار التنفيذي النقطة الرابعة يوم أن تساهلت تماما في مسألة دماء الشهداء وملاحقة على الأقل الموضوع الشهداء اللي على الأقل تم التضحي بهم في رمضان الماضي كل ذلك على كل أدى إلى أن قوى تجمع المهنيين فقد البريق وفقد على الأقل الحاضنة الشبابية التي كانت تنتف حوله وهذا ربما لاحظناه في إطار الصفحة التي تمثل على الأقل هذا التجمع وكيف أنها تراجعت بنسبة كبيرة جدا في مستوى التأييد إذا كتبوا بيانا واحدا أنظر إلى حجم الهجوم الذي يقع عليهم كل ذلك على كل أفقد في تقديري ولكن البعض يعيد الفشل في إدارة الدولة وكذلك التجمع في إدارة نفسه بأنهم مجرد مشطاء فقط وكانوا يظنون بأن إدارة البلد كإدارة صفحة على الفيسبوك كيف؟ هذه إحدى المشكلات هذه إحدى المشكلات على الأقل أن يكون والله من يتصدر المشهد السياسي هو قوة على الأقل تعبر عن ماشطين السياسيين تلقوا عدد من الدورات هنا وهناك في مجموعة من العواصم الغربية أو الأفريقية وكانوا يتصورون بأن المشهد السياسي في السوداء لكن هذه الدورات هل تستطيع من خلالها أن تدير دولة من خلال دورة؟ هي الدورات تخلق حالة من المثالية في الإنسان يعني يتصور بأنه والله حمل مجموعة من الأفكار حمل مجموعة من الأطروحات من الرؤى اللي على الأقل والله قد تنسجم مع مجتمع في سويسرا ومجتمع في بريطانيا الحداثة وغيرها لكن عندما ينزل إلى الحالة في أفريقيا سيجد أن هناك مشكلات هائلة وبون شاسع وأن التناقضات أكبر مما كان يتصور وأن شعار حرية سلام وعدالة ليس هو عبارة عن شعار فقط عندما يتنزل على أرض الواقع ففي تقديري فعلا وجود على الأقل كمية من هؤلاء الذين يمكن أن نقول عنهم ناشطين السياسيين يحملون هذا النفس أدى في تقديري إلى غياب فعلا فاعلية حكومة حمدوك فعليت أيضا القوة السياسية المعبرة الآن عن حكومة حمدوك